مدار بين أبي معبد وأم معبد قطعة تؤرخ في أدب الوصف وبديع صنعته فقالت رأيت رجلاً ظاهر الوضاء أبلج الوجه أي مشرق الوجه لم تعبه نحلة يعني ليس نحيل الجسم ولم تزر به سقلة يعني ليس بناحل ولا سمين وسيم قسيم يعني أي حسن وضي في عينيه دعج أو دعج أي سواد يعني العين البؤب أسود وفي أشفاره وطف يعني طويل شعر العين الهدب وفي صوته صح يعني في بحة وحسن يا الله ما هذا الوصف وفي عنقه سطع يعني طويل عنق وليس قصير وفي لحيته كثاثة يعني ليست مفرقة لحته منظمة زينة وفيها شعر كثير أزج أقراً يعني حاجباه طويلان ومقوسان ومتصلان إن صمت عليه الوقار وإن تكلم سمى وعلاه البهى أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريد حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر يعني كلامه بين الوسط ليس بالقليل ولا الكثير يتكلم في وقت الكلام كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن زي لما نجيب سبحة نجيب سبحة مصبحة ونقصة تبدأ تنزل السبحات على شوي شوي أو باليد كلامه منظم ليس عجل وليس مثل بعض الناس بسرعة يتكلم ولا تسمع إنسان فصيح والرسول أفصح العرب